أهلا بكم مشاهدين ومرحبا بكم في حلقة جيدة برنامجكم الرياضي السيبر عادريك على قناتكم ريمال تافي فقطنا اليوم غاليولا أحد الفرق الوطنية لكي مثل مدينة بركان أفيد السرق النهضة الرياضية البركانية واش كنت يعرفني فريق نهضة بركاني نتأسس كان سميته الجميع الرياضية البركانية ومبعت مثل الإثنة للإتحاد الإسلامي البركاني ومن مورها ظهر فريق الجيد في بركان لكي الإثن دياله الشباب الرياضي البركاني ومن بعد خمس نين من تباريبين هاتفورو قندانجوا الفريقين فشاطئنا ممثل واحد لمدينة بركان واللي هو فريق النهضة الرياضية البركانية واش خبارك دي الفريق البركاني هو أول فريق مغربي وتالي فريق إفريق كان يلعبتاني نهائي متتالي في كأس الكون في ديراليا بعد نادي الصفاقس التونسي والتابي ماضي بالكونغولي واش كنت يعرف باللي ممثل مدينة بركان فريق النهضة حقق الصعود الأول مرة لبطولة القسم الوطني الأول كان في موسم 76-77 ومن مورها في موسم الموالي رجاء القسم الثاني بالضبط 77-78 وغير عودة رجاء لبطولة الصفوة في موسم 76-80 واش خبارك دي الفريق البركاني قدر ينجح في العودة دياله القسم الأول بعد 25 سنة فضل النسبة الخاصة بعد ما تقعد في عدد النقاط مع الاتحاد البيضاوي واش كنت يعرف باللي كتطبر سنة 2012 سنة تاريخية عند النادي البركاني حتى تم اختياره كأنجح نادي في المغرب بعد ما حقق لقب في كرة السلة واخر في كرة اليد وحقق فارق في كرة القدم للصعود واش خبارك بلي موسم 86-87 كان أول موسم كي يبلغ فيه لفريق البركاني النهائي كأس العاش لأول مرة في تاريخه وفي هذا النهائي خسرت نهضة البركان أمام الكوكب المراكوشي واش كنت يعرف من النادي البركاني كي تطابن بالأندي ليطاطه برزات لعديد من اللاعبين والكفاءات الفرضية بحل برازي الزروالي والصحابه والصراج والكابيم والعديد من الأسماء واش خبارك بلي مولوك الشرق صبق ليهم مشاركو في كأس الاتحاد الإفريقي يزوج ديال المرات ولبو نهائي كأس العاش تهياج ديال المرات واحتلوا وصفات الدوري في التنمام الميات خاطر المغرب الفاسي بفريق الأعداء فقط مشاهدينا بهذه المعلومات كنكون وصولنا النهائي تحقتنا اليوم برنامجكم الرياضي سيبرهاتي كنتمنى أن المعلومات اللي يطلناكم على أسيد الشرق تكون نافل إيجاب ديالكم كنظر بليكم موي جديد مع فريق جديد إلى اللقاء